نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق الثاني عشر لهذا الموسم والذي أقيم على كأس المرحوم سيد شرف العلوي وكأس سطبل الصخير وبحضور عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وأقيم السباق على مضمار السباق نادي راشد الفروسية وسباق الخيل في منطقة الرفا في الصخير وتم تتويج الفائزين بكأس السباق حيث قدم السيد يوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل كأس سطبل الصخير إلى المضمار الفائز يوسف طاهر فيما قدم السيد سلمان العلوي كأس المرحوم سيد شرف العلوي إلى المالك الفائز حسن الجبوري وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط موسيقى ترجمة نانسي قنقر